وفي هذا السياق أكد السيد خالد حميدان الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية أكد أن إطلاق مركز عالمي للتكنولوجيا من قبل مجموعة سيتي المصرفية يسهم في خلق ألف وظيفة نوعية على مدى عشر سنوات كما يسهم أيضا في تعزيز مبادرات التحول نحو الاقتصاد الرقمي في البحرين والدول العالم يأتي اختيار مجموعة سيتي لمملكة البحرين لإطلاق مركز عالمي للتكنولوجيا لعدة أسباب أهمها توفر الموارد البشرية الموغوبة بما فيها الكوادر النسائية المؤهلة ووجود بيئة تنظيمية شفافة متطورة في القطاع المصرفي بلا شك أن إطلاق مجموعة سيتي مركز عالمي للتكنولوجيا في البحرين له عدة فوائد منها خلق ألف وظيفة نوعية على مدى عشر سنوات وتدريب وتوظيف بحرينيين في مجال برمجة الحلول الرقمية للقطاع المصرفي والمساهمة في ابتكار حلول رقمية في قطاع المصرفي وتعزيز مبادرات التحول نحو الاقتصاد الرقمي في البحرين ودول العالم والاستفادة من خبرات مجموعة سيتي ومراكزها التكنولوجية حول العالم وتبادل المعرفة سنواصل العمل في مجلس التنمية الاقتصادية وفق استراتيجيتنا لاستقطاب الاستثمارات في القطاعات التي تقدم مميزات جاذبة للمستثمرين حيث نسعى لتعقيق أكبر استفادة لاقتصادنا وخلق فرص العمل النوعية في السوق المحلي كما نتطلع لجذب استثمارات نوعية قابلة للنمو والتوسع وتخلق فرص للشراكة المحلية وجهودنا مستمرة في مع شركائنا في فريق البحرين للعمل بروح الفريق الواحد لتمويع اقتصادنا وتعقيق أكبر فائدة من البيئة الحاضنة للأعمال والاستثمارات في البحرين اشتركوا في القناة